غمرت الألوان حديقة النباتات في شبه جزيرة القرم مع تفتح مئات من أزهار التيوليب التي تتمتع بخصائص تمكنها من التكيف مع المناخ المحلي وبعد فشل أنواع مختلفة من هذه الزهرة التي تم استيرادها من الخارج في التكيف مع مناخ القرم اتجهت الحديقة إلى زراعات زهور مهجنة وتقول لودميلا أليكزندروفا كبيرة الباحثين في حديقة النباتات إن هناك أكثر من 6500 نوع مختلف من التيوليب على مستوى العالم بينها أنواع مهجنة وإن زراعة التيوليب في القرم بدأت عام 1929 وأوضحت لودميلا أنه كانت هناك حاجة إلى تهجين التيوليب من الأنواع المحلية حتى تستطيع التكيف مع المناخ هناك